الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس تعلن قائمتها الأولية لمرشحية الانتخابات الرئاسية والتي شملت ثلاثة مرشحين فقط من بينهم الرئيس قيس سعيد ليتجه المتحفظون على قرارات الهيئة إلى القضاء الإداري بالطعون والأمال أنا مكهلال أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج معا وضد رغم المناخ المحيط برئاسية تونس وتعالي شكاوى معارضين من شروط الترشح وعقبات إتمام الإجراءات المطلوبة إلى أن إعلان الهيئة القبول الأولي للرئيس سعيد والأمينة العام لحركة الشعب زهير المغزاوي والناب السابق لعياش زمال فقط من بين سبعة عشر مرشحا جاء مفاجئا للبعض سبعة طعون قدمت بشأن الترشح في الانتخابات بحسب بيان المحكمة الإدارية والتي يتوجب عليها الفصل فيها بحلول الاثنين التاسع عشر من أغصص للحفاظ على الرزنامة الانتخابية فهل ترد المحكمة الإدارية قرارات هيئة الانتخابات؟ قبل بدء نقاش نرحب بضيفينا كالعادة من تونس العاصمة معنا الأستاذ خليل رقيق نعرف بضيفنا في أسطر قليلة هو محلل سياسي كذلك كاتب صحفي وأعلامي ومعلق ذاعي تخرج في كلية الأذاب والعلوم الإنسانية باسفاقس أهلا وسهلا بك أستاذ رقيق لمع وضد في الجهة المقابلة معنا من باريز الأستاذ نردين بنتيشا كذلك نعرف بضيفنا هو مستشار أول للرئيس التونسي الراحل باجي قائد السبسي للعلاقات مع البرلمان والأحزاب السياسية أسس جريدة الجريدة الإلكترونية وشغل مناصب عديدة في مجال الإعلام هو عدى عن ذلك قيادي وأحد مؤسسي حزب نداء تونس أهلا وسهلا بك أستاذ بنتيشا في مع وضد قبل استهلال النقاش مع ضيفينا نتوقف الآن مع تقرير عن القائمة الأولية لمرشحي رئاسية تونس ومسار التعوني أمام القضاء الإداري أعلن رسميا ترشحي للانتخابات الرئاسية الرئيس قيس سعيد وأمين عام حزب حركة الشعب زهير المغزاوي وأمين عام حركة عازمون العياشي زمال الملفات الثلاثة التي اقتصرت عليها القائمة الأولية للمرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية من أصل 17 ملفا كان قد تم قبولها بشكل مبدئي القائمة الأولية للترشحات الانتخاب التلسية لا تحمل عنصر المفاجأة هي منتظرة أولا لطبيعة عمل الهيئة الذي لن يفضي إلا إلى مثل هذه النتيجة وثاني للمناخ العام الذي ننظم فيه انتخابات في 24 بمواصفات وبمقاس تشريعي يعود إلى سنة 14 و19 الآن ليست هناك حياة حزبية وسياسية تسمح بالحديث عن ترشحات وازنة فيها تسكيات شعبية وفيها مكينات حزبية وسياسية قادرة على ضمان ترشح أسماء جد وليست أسماء في الكورية فقط كما حصل هذه المرة القضاء التونسي بدأ جلسات المرافعة بخصوص التعون السبع المرفوعة لدى المحكمة الإدارية التونسية في إطار نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية على أن تعلن النتائج النهائية في التاسع عشر من الشهر الحالي اللجوء إلى المحكمة الإدارية مهم جدا في العملية الانتخابية بحكم مزدقية القضاء الإدارية في تونس وهو تدرج في العملية القضائية باعتبار أن قرارات الهيئة الانتخابات التي تتولى الولايات العامة على هذا الاستحقاق تسمح لها بإزدار القرارات وفي المسارة الاستنافية المحكمة الإدارية تبت ولنا ربما تقييم إيجابي للقضاء الإدارية يبقى دائما السؤال المطروح حول مستقبل الأحكام القضائية التي إنذا أنصفت المتظلمين لدى القرار الإداري كيف ستتعامل هيئة الانتخابات وكيف ستقبل بهذه الأحكام ولا نعلم جيدا أن في الفترة الماضية هناك صعوبات جمع في تنفيذ أحكام القضاء الإدارية الجدل رفيق السباق الانتخابي التونسي منذ الإعلان عن انطلاقه وفيما أصدرت أحزاب معارضة بيانا نددت فيه بالشروط التي وصفتها بالإقصائية للترشح اختارت أحزاب معارضة بارزة أخرى مقاطعة الانتخابات فيما تبقى المخاوف أن ينعاكس الجدل القائم على نسبة إقبال الناخبين التونسيين كما كان الحال في جميع الاستحقاقات التي شهدتها البلاد في عقاب تدبير الخامس والعشرين من يوليو لعام 2021 أهلا بالجميع مجددا أبدأ معك أستاذ خليل أرقيق طرح العسلة أربعة عشر مرشحا خارج السباق بقرار هيئة الانتخابات من بينهم مرشحون نجحوا في جمع تزكيات أكثر مما اشترته حتى قانون الانتخابات كيف استقبلت أنك صحفي وكاتب الجدل الذي أحاط بإعلان هذه القائمة القليلة العدد لنقول في الحقيقة استقبلت هذا الحدث بتوقعات كبيرة بأن يكون الأمر كذلك في الحقيقة لأن مسألة الانتخابات لسنة 2024 تختلف على مستوى الجوهر والعمق عما سبقها من الانتخابات في تاريخية العشر السنوات من حكم الأقوان في تونس يعني أتحدث الآن عن مرشحين سقطوا بتصريحات الهيئة في ندوة صحفية أمام الجميع لأسباب غير تلك التي اعتمدوها في البروبوغاندا السياسية يعني 14 ملف مرفوضة كلهم تقريبا ليس سببهم الوحيد البطاقة عدد ثلاثة هناك ثلاث مسائل رئيسية تحدثت عنها الهيئة ووضعت وثائقها على ذمة القضاء الإداري المسألة الأولى هي عدم استكمال التزكيات الشعبية المسألة الثانية هي اختلال هذه التزكيات في مستوى توزيعها على الدوائر ونعرف أن هناك عشر ألاف تزكية مطلوبة بتوزيع خمسمائة مواطن على عشر دوائر على الأقل بمعنى أننا اليوم يعني بعد حرب الكلام وضحت حقيقة الأحجام هناك مشاريع مترشحين أو راغبين في الترشح لم يستعدوا كما يجب ولم يجدوا أمامهم القاعدة الشعبية الكافية التي تعيد ترشحهم إلى مدار الجد والمصدقية إذا كان هناك مترشحون تكلموا قبل إداء ملفاتهم عن تحرير بلاد من تغول معين وعن إخلاء للسجون وعن التنمية والرفاه الاقتصادي فإنهم عندما استدموا بالواقع خرجنا من ألعاب الفيديو إلى اللعبة السياسية الواقعية التي تفترض شيئا من الجدية والتي تفترض مصداقية شعبية أعتقد أن عديد الذين لعبوا أدوار متقدمة في المرحلة السابقة قد خسرها تماما وفشلوا عند أول اختبار مع شرعة تونس واضح سيد خليل يعني غياب القدرة وليس كثرة العراقيل هذا رأيك الذي جعل العدد يتراجع إلى الثلاثة من جملة سبعة عشر مرشحا أذهب إلى باريس الآن أستاذ نوردين بنتيشة ورحبك مجددا يقول مؤيد قرار الهيئة من بينهم نواب في البرلمان أنه حتى في أرسخ الديمقراطيات يقتصر السباق على مرشحين أو ثلاثة وأنت في فرنسا وتدرك جيدا العدد إلى ماذا يصل هناك وأن قرار الهيئة إجرائي ومحايد كيف استقبلت أيضا أعلان الهيئة؟ أولا مرحبا وشكرا أن أستاذ مكي على الاستضافة مرحبا بضيفك السيد خليل الرقيق ومرحبا بكل المشاهدات ومشاهدي قناة الشرق حين نريد تحدث على الانتخابات ومقارنة تونس بدول أخرى وبدول ديمقراطية مثل فرنسا وبريتانيا وإيطاليا وإيطاليا لا يوجد انتخابات رئاسية بالمعنى الانتخاب المباشر أمريكا في الحقيقة أول شيء نبحث عنه هو الأجواء الانتخابية ثم قبل كل شيء لماذا وضعت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس لتشرف على العملية الانتخابية كما يعرف الجميع أن تونس خرجت من نظام حكم الفرد الواحد والحزب الواحد لمدة سنوات بعد الثورة إلى ترسيخ الحكم التعددي وتسهيل مشاركة الناس في الشأن العام والإدلاء بدلهم بكل حرية وتم تأسيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتشرف على هذه العملية لتبتعد على التضييق الذي كان يعيشه الناس من طرف وزارة الداخلية في العهود التي كنا نعتقد أنها سابقة ولكن للأسف شديد نحن نعود إليها بخطاء أكثر من حثيثة وبينما في حيثيات تأسيس هيئة الانتخابات أنه من دورها تسهيل مشاركة الناس والمواطنين في الشأن العام للأسف تحول دور الهيئة إلى مدير لسباق الحواجز كل مرة أعلى وأول دليل على هذه الإرادة السياسية لتعطيل الناس هو فرض بطاقة السوابق العدلية بطاقة عدد ثلاثة التي كانت المحكمة الإدارية في 2014 في قرار يعتبر فقه قضاء رفضته وطلبت أن الهيئة هي التي تبحث على السوابق العدلية وليس على المترش هذه من ناحية الأولى من ناحية الثانية نرى أن التذيقات التي حصلت على النشطاء السياسيين في مختلف جهات الجمهورية الذين يقومون بجمع التذكيات للمرشحين الجديين شيء من وراء الخيال يعني قلة العدد غير طبيعية بالنسبة إليك أن يكون العدد ثلاثة فيها تذيق بإجازة بالطبع غير طبيعي أن يكون العدد ثلاثة في كل انتخابات المفتوحة والديمقراطية هناك انتخابات لمرشحين جديد بمعنى أنه لديهم حظوظ للوصول للدورة الثانية وهناك بعض المرشحين بين ذفرين الذين يرعون التنوع في 81 في فرنسا ترشح الفنان الممثل الراحل كوليوش أكيد كان يسميه العديد أنه ترشح فولكلوري ولكنه يبرز موجود التنوع الحزب الاشتراكي الحزب التروتسكي الفرنسي كان يقدم مترشحين في أغلب الانتخابات الرئاسية رغم أنه لم يكن لديهم أي حضوظ هذا التنوع من واجب هيئة الانتخابات والدولة عليها أن ترعاه لكي تكون هناك انتخابات ديمقراطية حقيقية وضع سينوردينة داني أعود إلى السيد خليل رقيق في تونس خلال متابعتنا لملف الانتخابات التونسية في معاوض رصدنا تعرض عدد كبير من المرشحين المعارضين لملاحقات قضائية بمجرد إعلانهم الترشح هل يتم برأيك إقصاء المرشحين لإفساح المجال للرئيس سعيد كما يزعم معارضه؟ هل هي كلها محص صدفة؟ ولأن الصدف غريبة حينما تتلاحق تصبح قانوناً؟ نعم ليس هناك صدفة في الموضوع أريد أن أعود مع احترامي لما قاله الأستاذ نوردين بن تيشات أعود إلى مسألة مهمة إذا كان هناك تضييق واقعي فلنتحدث عنه لكن عندما يبدو هذا التضييق مفتعل ومكتوباً في النصوص والبيانات السياسية الموجهة إلى بعض الداخل وكل الخارج تقريباً فيجب أن نتحدث الـ 14 ملف أعيد وأكرر حسب الهيئة وحسب الواقع لم تتضمن كشرط البطاقة عدد الثلاثة في أسباب الرفض وهناك ردود كتابية من الهيئة لكل مترشح على حدا ويكون ذلك هو الفيصل وهناك قضاء إداري بمعنى نترك هذه البطاقة جانباً مع التذكير استكملات تذكيات والمشكل كان في البطاقة عدد الثلاثة سأتحدث بكل دقة كان هناك 114 مشروع مترشح 96 منهم تحصلوا على البطاقة عدد ثلاثة دون إشكال يذكر بعد أن تدخلت الهيئة مع الصلاة ذات الصيلة للتسريع في ذلك 18 منهم وجهت لهم طلبات من وزارة الداخلية بتحيين وضعيةهم القضائية بشهادة نشر قضية لأن لديهم قضايا جارية والأستاذ عيماد دايمي والحديث دار في تونس وفي الإعلام أيضاً السبب ليس البطاقة عدد ثلاثة هو يعرف السبب هو من سحب جنسيته المزدوجة يوماً واحداً قبل تقديم الترشحات يعرف هذا السبب لنتحدث الآن عن التنوع فعلاً يجب أن تعكس الانتخابات التنوع ولكن أيضاً لنتحدث عن تضييقات هي في شكل قضايا عدلية بمعنى استباقياً توصلت أجهزة الأمن وأجهزة القضاء إلى ضبط أناس يوزعون أموال ماذا يفعلون معهم؟ يعني يفرشون لهم السجاد الأحمر في جندوبة أكثر من أربع أشخاص ومنهم ما يسمى بالفنان الذي كان مشروعاً مترشح من جهة معينة أو لست أدري ماذا كلهم الآن لهم أحكام قضائية لأنهم وباعترافات موثقة ضبطوا بسدد توزيع أموال لنقرأ المرحلة قراءة صحيحة أستاذ خليل دعني أقرأ معك دعني أقرأ معك أستاذ خليل ثم تحت بصفة بعضية مثل هاشمي الزمال بمجرد أن مر ملفه دعية للتحقيق فما بصفة مقابلية ثم قضايا من 2014 تم إخراجها من الدرج كما يقال فقط لأن المعني بالأمر عبر عن رغبة للترشح هذا غريب أيضا نعم فلنتحدث عن الأستاذ عياشي الزمال وهو مترشح مقبول أوليا دعية بعد شكاية تقدم بها مواطن أو مواطنان أو لست أدري ماذا لأن تزكياتهم التي وضعوها لم يجدوها حقيقية بمعنى أنهم زكوا مرشحاً آخر فوجدوا أنفسهم مزكين لسيد الزمال وبهذا استمع إلى أقواله وينتهي الموضوع هنا أردت أن أؤكد أستاذ مكي على شيء معين أن الأجواء مختلفة هذا صحيح ولكن الأجواء مختلفة ليس لأن هناك غياب للديمقراطية بل لأن هناك حضور لذوابت لم تكن حاضرة في المرحلة السابقة نعرف جيداً أن التزكيات كانت أسهل ما يمكن أن يتحصل عليهم مترشح سواء في انتخابات 2014 أو في 2019 لماذا؟ لأن هناك قضايا تمويل خارجي لأن هناك هبات مالية لأن هناك تقاليد لشراء الضمم ما زال بعضها الآن منشور أمام حكمة المحاسبات يجب أن ندرك ذلك عندما تكون هناك تقييدات في صلح الشفافية وتقييدات في صلح أن تكون هناك انتخابات وطنية صرفة لا دخل فيها للوبيات من الداخل والخارج فلنقول أن ذلك إجراء قانوني ولا نقول أنه إجراء سياسي بالطبع الأستاذ موردين تحدث عن التنوع لنا راد الآن في الثلاث مترشحين هل المهم العدد؟ في الثلاث مترشحين هناك حضور لثلاث عنوين سياسية بارزة عنوان 25 يوليو 25 جوليا كمشروع سياسي يمثله الرئيس قيس صعيد عنوان حزام دعم لـ 25 جوليا ولكن له رؤية أخرى لدور الأحزاب له رؤية أخرى للأجنة الاقتصادية والاجتماعية هو السيد زهين المغزاوي وهناك مترشح يمثل تقريبا كل ترسبات الوفاقات القديمة وكان في محيط ندى تونس وتحية تونس وغيره إذا تحدثنا عن سباق فسيدور حول صراع محاور أو صراع مراحل تجاورت للحظة معينة في فترة استثنائية وتقريبا انتخابات 6 أكتوبر ستكون فك ارتباط إما مواصلة لمسار 25 يوليو وبناء مؤسسات جديدة أو سيناريو أعتقد أنه أصبح بعيدا الآن بحكم أن المواطنين لم يعبروا عن رغبتهم في ذلك في التسكية جيد أنا نراوح في الأسئلة مرة أخرى سينوردين بن تيشا يردد مؤيدون لمسار 25 جوليو أن ملاحقة السلطات لبعض السياسيين كان لمواجهة تمويلات كبرى من رجال أعمال لشراء التسكية ذكر بعض سيخليل من تونس والحصول على دعم صحفيين وعالميين حتى أن بعض الحملات تكتمت حول تلك الوقاع كيف تجد مثل هذه المزاعم وهل كان يتوجب على السلطات التساهل في تطبيق القانون لتجنب الانتقادات المتعلقة بالديمقراطية والحريات والمال يسيء للانتخابات والديمقراطية طبعا المال السياسي قصد أولا أننا أتفق مع الأستاذ خليل أنه كيف يقول هناك ذوابت جديدة فعلا أن هناك ذوابت صوفيتية في 2024 في تونس دعنا نبتعد على كلام المال في أي دولة في العالم تصير الانتخابات بدون المال الحملات الانتخابية تمول بالهواء أو تمول بماذا؟ يعني هذا كلام كلمات حق يرد بها باطل ولكن نعود إلى الأجواء الانتخابية في تونس التي تسير بوزارة داخلية تقمع للأسف عادت إلى سلوكها السابق في تهديد وترهيب الناشطين سياسيين مش الولاية العامة لهيئة الانتخابات والمناظرين ما دخل وزارة الداخلية؟ شوف أخ مكي الولاية العامة لهيئة الانتخابات تركتها تقوم بأربع عنوين للتضييقات أولا في شروط الترشح ثانيا في التعامل مع الملفات ثالثا في التعامل مع وسائل الأعلام رابعا في التعامل مع المترشحين السياسيين وبالتالي أصبح اليوم أصبحت الهيئة الانتخابية للأسف شديد شبه وكالة جمهورية فوق الرتبة أو فرق الدرجة تشتكي الجميع تستدعي المحللين الصحفيين الذين ينطقون بموقف مخالف لموقف المساند لـ 25 جوليا للتنبيه عليهم عن أي مال لرجال الأعمال نتحدث أنتم ترون اليوم وسائل الأعلام تغلق الواحدة بعد الأخرى ترون أن منصات الحوارات تغلق الواحدة بعد الأخرى ترون أن منصات الحوار مفروض عليها على الأقل يكون واحد مساند للمنظومة الحاكمة لكي يكونوا لديهم منصة حوار ومن يعارض يزموا بالمنطق التونسي يسيسرحوا مكان شهية الانتخابات تستدعيه وتهدوا بشتشكي به يعني كفاءة نضحك على الذقون ونتحدث نعرف جميعا أنه اليوم كل فئة المجتمع تعيش في حالة من الخوف والرهبة وبش نجم نقول لك بكل وضوح من الرعب المواطنة التونسي يعيش في رعب واضح من المنظومة اللي تواجدت واضح نتوقفونا أستاذ نوردين بش نختم أنه الانتخابات سمحني كم نختم الجملة هذه أستاذ مكي نجم نقول لك أنه اليوم الانتخابات هذه هي محاولة لاختطاف تونس من صاحب السيادة اللي هو الشعب التونس واضح لدينا فاصل قصير ضيفينا الكريمين مشاهدين العزاء لابد أن نناقشها من بعد المناخ السياسي المحيط بالصباق الرئاسي في تونس نعود بعد قليل أهلا بكم من جديد كانت صعوبة الحصول على بطاقة السوابق العدلية أو البطاقة عدد ثلاثة هي الشكوى الأبرز لدى المرشحين المحتملين والذين توجه بعضهم إلى القضاء الإداري أملا في حكم يعيده إلى السباق الانتخابي نستعرض بعض المعلومات عن تلك البطاقة ثم نستكمل نقاشها مع ضيفين حول المناخ السياسي قبيل الانتخابات الرئاسية التونسية المترجم للقناة أستاذ خليل أرقيق مرة أخرى منذ صدور القانون الانتخابي هناك تحذيرات من أن اشتيرات الحصول على وثاق بعينها مثل البطاقة العدلية ووثاق ثبوت الجنسية يجعل المرشح تحت رحمة السلطات اليوم نجد المرشحين مما القضاء بسبب الفشل في الحصول على تلك الوثاق ألم يكون من الممكن تجنب هذه الدوامة أو منح المرشحين ساحة ومساحة وقت أوسع هناك مرشحون أمام القضاء ليس من أجل عدم توفر الوثاق المرشحون الذين أمام القضاء هم من أجل تجاوزات أو جراء انتخابية وفيها تحقيقات والتحقيقات إذا أفضت إلى البراءة فهناك براءة المرشحون المتظلمون للمحكمة الإدارية أيضا سيجدون يعني الوقت الكافي لهذا التظلم وسيستمعون إلى البد في تعوناتهم التي بدأت بعد ربما برفض تعنيني شكلا وهناك طور استئنافي وهناك كما قلت كل التزكيات بما فيها الصحيحة وغير الصحيحة موضوعة على ذمة القضاء وله أن يتثبت في كل شيء إذن نحن نتحدث الآن لا عن إشكالية وثائق بل عن إشكالية عميقة عميقة جدا وربما أعتقد أن هناك فهم من غاب عن بعض القوى السياسية التي تريد الدخول إلى رهان الفين واربع وعشرين هذه القوى السياسية لم تفهم أن هناك شيئا فقدنا الصورة والصوت على ما يبدو من تونس على كل أذى بليك أستاذ نوردي باتيشا المحكمة الإدارية أعلنت رفض طاعن عبدالطيف المكي وناجي جلول من المتوقع أن يتهي القضاء الإداري من نظر التعوم بحلول يوم الاثنين هل تتوقع أن تقضي المحكمة بالاستغناء عن البتاق عدد ثلاثة كما حدث في 2014 الحكم الذي ذكرته منذ قليل وهل تلتزم الهيئة بقرارات المحكمة إذا أعادت أي من المرشحين إلى السباق؟ في الحقيقة لا أود البحث في قرارات المحكمة الإدارية ولكن أعتقد جازما أن مسألة البطاقة بطاقة للتوضيح هي بطاقة الصوابق العدلية وليس بطاقة الخلوم من الصوابق العدلية نعم يعني هي وثيقة تطلب وعلى وزارة الداخلية التسليمها والمحكمة الإدارية أعتقد أنها لن تخالف قرار جلستها العامة في 2014 في علاقة بهذه المسألة بالنسبة لهيئة الانتخابات هي مفروضا عليها الانضباط للقرار النهائي للمحكمة الإدارية يعني إذا قررت المحكمة الإدارية في جلستها العامة إعادة مترشح أو أثنين أو أكثر فإنه على هيئة الانتخابات أن تنضبط وتعلنهم مترشحين وهذا ممكن سنرديب بالنظر لسجل المحكمة الإدارية والقضاء الإداري في تونس لديه محطات ناصية حتى في عهد بن علي في السابق هل هذا وارد؟ هو القضاء الإداري يمكن القضاء الوحيد الذي في تونس على مر العهود وعلى مر الأزمنة كان ينصف المظلومين في مختلف المجالات وحتى ضد الدولة التونسية أتمنى في الحقيقة أن يتم هذا الشيء رغم أن كلمة رئيس الجمهورية في وقت من الأوقات وإصدار المرسوم الذي يسمح له بإعفاء قاضي من مهامه بجرة قلم جعل هذه المسألة أصبحت صعبة ولكن أتمنى أن يكون في بلاد نساء ورجال يحافظون على القسم الذين أقسموا عليه ويقومون بمهامهم على أحسن وجه وأنا في هذه المسألة متفاعل أكثر من متشائم جيد أعود إليك أستاذ خليل الرقيق عدرا فقدناك صورة وصوتا من تونس لأسباب خارج عن طاقنا كما يقال إن كان لديك ما تعود إليه في الفكرة التي كنت بصددها أو من رد أو تفاعل مع الأستاذ نوردين في باريس لكن قبل ذلك لدي سؤال يلحث في الحقيقة ونحن نتحدث على المناخ الانتخابي كصحفي أنت وإعلامي وكاتب كيف استقبلت بيان نقابة الصحفيين حول الانتخابات تحدثت البيان عن أجواء ترهيب في ظل غياب الهيئة المستقلة الهايكال السمعي والبصري والمخاوف الماثلة من مرسوم 54 الشهير يعني بالنسبة لعلقة الأعلام بالسلطة يعني أريد أن أواصل في فكرة معينة حتى لا تنقطع الأفكار أرجع لإنباعات الموضوع صحفي وبيان النقابة نعم سأعود إليه سأعود إليه طبعا سأعود إليه وأعطي رأي بكل وضوح وصراحة لكن الأستاذ تحدث من جديد نوردين بن تيشا وعدنا إلى نفس الحكاية المحكمة الإدارية ستنصف فلتنصف ولكن سنفهم من خلال مقررات المحكمة الإدارية وهنا نحن موجودون إن كانت هذه البطاقة عدد ثلاثة هي سبب رفض الترشحات لنترك الأمر الآن للمحكمة الإدارية ولنترك الأمر لاستقلالية القضاء وقد استيقظنا حديثا عن القضاءات المظلومين والمراهبين وقد عاش بعضنا وبمسؤولية كبرى ولا أتحدث المزيد عن زمن كان فيه القضاء في أيدي ميليشيا ربما وفي أيدي محاكم تفتيش ربما وعن زمن نام فيه القضاء عن قضاء اغتيال ونام فيه القضاء عن قضاء التسفير ونام فيه القضاء عن قضاء مظلومين ونام فيه قضاء عن قضاء فساد مالي واحتكار وتهريب كلها هذه 25 جولي التي جاءت لتعيد إلى تونس الأمل مجددا في أن تخرج من حكم العصابات ليست بالمنظومة التي تختزل في مسألة السوفيتات أو ترهيب المواطن أين هو هذا المواطن المرهب الذي نبحث عنه هذا المواطن الذي يعني خفف من الاحتجاجات الاجتماعية في السنوات الأخيرة تخفيفا كاملا هذا المواطن الذي قرر يوم 25 جولي قبل صدور القرار الرسمي أن يخرج المنظومة القديمة من السلطة لأنها منظومة فاشلة نعود إلى الألم نعم أتحدث عن تعطل اتصالي كبير ما بين الألميين والسلطات الرسمية ليس فقط في مستوى يعني القضايا اليومية والحريات وغيره بل حتى في مستوى التواصل مع العمل الحكومي الحصول على المعلومة حتى في الرئاسة عفوا ليس هناك ناطق باسم الرئاسة هناك قضايا لعدد نعم نعم ليس هناك حوارات مع الإعلام التونسي بالرئيس نعم نعم الزملاء أنفسهم يعني زملاء صحفين أنفسهم تحدثوا مع رئيس الجمهورية يوم تقديم ترشحي حول هذا الموضوع وحول تعديل المرسوم 54 هذه معركة من المعارك نعم هذا اختلاف من الاختلافات هذا موطن جدل لكن هل يجعلنا هل يجعلنا هذا نفهم أن معركة مثل هذه معركة حريات تتحول إلى معركة ضد نظام سياسي معين أو أن نتكيئ على هذه المعركة لندخلها إلى غمار الدعاية الانتخابية أعتقد أن نقابة الصحفين أجابت هي الأولى عندما في كل بياناتها دعت إلى التفاوض الجلوس مع سلطة الأشراف الجلوس مع هيئة الانتخابات نفسها التي في غياب هيئة الاتصال السمعي البصري لم يعد للأعلمين مرجع نظر واضح لتنظيم عملهم في العملية الانتخابية نعم لكن هل هذه الأسباب تعيدنا الآن إلى التجبه جميعا ضد لحظة 25 جميلة لألا لدينا إشكاليات في الحريات أو في البطاقة عادة 3 هذا هو الموضوع الموضوع لديه يعني في الحقيقة وباختزال شديد أستاذ مكي إن كنت تسمعوني طبعا تابع تسمعوني أستاذ مكي نعم يعني تونس مرت بثلاث مراحل واضحة سياسية ثلاث مراحل سياسية واضحة مرحلة انتخابات 2011 مرحلة التمكين والتغول المرحلة الثانية التي أسهم فيها بفاعلية الأستاذ نوردين بن تيشا هي مرحلة التوافق التي جمدت كل شيء تقريبا في دائرة التحاصص ولم تطفي إلى تقدم ولو بشبر لا في مسائل التنمية ولا في مسائل الحياة السياسية ثم جاءت لحظة لتعيد المذر في مفهوم الديمقراطية اتضحت قراءاتك أستاذ خليل لابد أن نذهب لفاصل آخر قصير مشاهديني الأعزاء ضيفين الكريمين نعود بعد ينقش رئيسية تونس مطالبات بالانسحاب ومخاوف من تراجع نسبة المشاركة لا تذهبوا بعيدا سنعود بعد قليل أهلا بكم إلى الجزء الأخير من معاوض ضد كاميرا الشرق سطلعت عينة من عراء مواطنين تونسيين حول مشاركتهم المحتملة في الانتخابات الرئيسية والمرشحة الذي ينون منحه أصواته نتابع ذلك الاستطلاع ثم نستكمل النقاش مع ضيفين نشارك وكما شاركنا المره اللي فات في انتخابات اللي فات قبل أربع سنين وهم بالنسبة لتاوري المؤشرات الكل تقول أنه قايس عيد بشي شدة كما سعر عمال المره اللي فات الكبار يفقوا السباح ينتخبوا ذلك وما كفام نشاريناهم بالفلوس نحنا نفقوا الشاباب لعشاء ينتخبوا قايس عيد ونقربوا قدرة ربي وإن شاء الله ربي يبقي السكر على البلاد هذه أنا شخصيا لن نشارك في هذه الانتخابات المهزلة الرئاسية المهزلة لسبب أول لعدة أسباب منها القضايا غير مستقلة ومنها ناس شاكية وعشر ألف تزكية وشروط مالية مجحفة عشر من لين وخمس اشمال وتحطم في الأقباضة بش هذية وما نشارك في هذه الانتخابات ولا يغير لهم ويقوم برحطنا وغيرهم وفي السهم لا يوجد لرئيس أو سياسي على سطح الأرض ينجي من يغير حال تورس أنا بش أنتخب قيس سعيد إن شاء الله حضرت حيث فهم بصراحة فهم تطور برشا وفهم إنجازات يعني برشا عملها والكل البلاد وإن شاء الله نقوله من حسن إلى أحسن أنا منيش مشارك أخوي أنا مني بداية الانتخابات وعمري ما انتخبت ما تغير شي في البلاد الغلاء أنا عشرين سنين بطأ منيش مشارك أنا في الانتخابات منيش مشارك وما نحبش نشارك وذوم اللي قاعدوا وذوم اللي مع أبار معناها الرئيس قيس سعيد الناس ما نعرفوهم مش ما نعرفوهم مش وما عنا حتى صيلة بهم كانت هذه إذن عينة عشوائية كما تبعت من أرى الشارع التونس يستاذ نوردين بنتي شعود إليك طالب قياديون في جبهة الخلاص المغزاوي وزمال بالانسحاب من السباق كيف تجد تلك المطالبات وهل هناك جدوى من المقاطع أصلا في ظل فشلي ذلك النهج في السابق أود قبل كل شيء إذا تسمح أستاذ مكي العودة على كلام الأستاذ الرقيق أولا لم تكن في تونس محاكم التفتيش على العكس الآن أصبحت محاكم التفتيش ولم يكن هناك سجناء رأي ولكن الآن هناك سجناء رأي وعلى رأسهم الصحفية سونيا الدهماني ثانيا أنا كنت فاعلا منذ 2011 وقبل 2011 ولم أكن يوما مع التوافق ولكن تعيشنا مع التوافق وكنت مرافقا للمرحوم الرئيس الباجي قائد السبسي اللي أعاد تونس مشعة على المستوى الدولي وأصبحت وعادت دولة محترمة في المحافل الدولية ومستقبلة ومدعوة وينظر لها بالعين الكبرى على عكس تونس اليوم التي أصبحت في شبه عزلة وأصبحت يتعامل معها شبه دولة مارقة ما عن خيار المقاطع على نونة السيحة نعم خيار المقاطع شخصيا مثل ما قلت لك الخيار الذي يطرح اليوم وهو إجابة للواقع لتوصيف الواقع السياسي التونسي مثل ما قلت لك هي محاولة اختطاف السيادة الشعبية من طرف رئيس الجمهورية المباشر المنتهي ويلايته باستعمال وسائل الدولة ولهذا برز فعل مقاوم على وسائل التواصل الاجتماعي وبين الفاعلين السياسيين والنشطاء والنشطاء المدينيين كذلك تحت شعار ستة كتوبر وهو تاريخ الانتخابات نفكوا بلادنا أو بلادنا نفكوها بمعنى نسترجحها بمعنى لن نتركها بيد من يريد شخصيا اليوم بمعنى أنه الغائبون ليس لديهم أعذار أو الموقف السلبي بإجازة سنرديل قبل أن نختم خيار ترك قيس سعيد يتنافس مع نفسه مطروح ولا لا دو جدوى أم لا هو مطروح في الساحة هو مطروح في الساحة ولكن خيار دعم أي مرشح مقابل قيس سعيد كذلك مطروح وبشدة أشكرك لأنه هناك عزيمة كبرى على الانتصار عليه بالصندوق يوم 6 أكتوبر جيد من باريزي إلى تونس اختم مع جسد خليل الرقيقي راسيا سيونة ومحللون عن اقتصار المنافسة على المرشحين الثلاثة يعني غياب منافسة حقيقية إذا انتهت تحقيقات بجمع التزكيات أو بتزكيات العياشي زمال وخروج مغزاوي وقيس سعيد هذا السيناريو ألا يسيء لصورة الانتخابات في تونس قبل كل شيء أستاذ مكي فلتسمح لي في التفاعل المباشر والله ما يسمح به الوقت تتفضل فعلا أنا وافق الأستاذ نوردين لم يكن هناك سجنة رأي في تلك الفترة العظيمة كان هناك شهداء رأي كان هناك قتلى رأي كان هناك شهداء واجب أمنيون وعسكريون كان هناك قتلى واجب أمنيون وعسكريون ورعات وكان هناك شهداء جائحة عشرين ألف مواطن تركوهم بدون تلاقيح يجب أن لا ننسى ذلك حتى نفهم لماذا اليوم هذه إجابة الخلاص التي تدعو للمقاطعة لا تفهم الشعب الذي قاطعها لا تفهم نعم كيفاش يا حبيبي كورونا في فترة قيس السعيد سيد قيس السعيد رئيس وكل الصلاحيات بموجب الدستور العظيم لسنة 2014 كانت ممنوحة لرئيس الحكومة السيد المشيش الذي قام بالتلقيح هو تباهى بذلك هكذا تحسب فينا على هذا تاريخ ليونك أرد أن أقول كلمتين فقط حتى ياسي خليل ياسي خليل هكذا تحسب فينا على فترة كان الدستور يعطي كل شيء برئيس الحكومة سيد نوردين أنت تبنيتها تلك الفترة أستاذ نوردين أنت تبنيت الفترة واعتبرت أنه ليس هناك سجنان رأي لم يحصل أي شيء في تونس أردت أن أقول شيئا واحدا يعني لو فهمت الآن المعارضة السياسية لماذا قيس عيد قوي بهذا الشكل لماذا تحصل على تسكية بهذا الشكل لأنها ليست في ذان الناس وفي تمثلاتهم معارضة بالمعنى أدركنا ينظرون إليهم كحكام سابقين ينظرون إليهم كحكام سابقين ويحاسبونهم كحكام سابقين هو سيف الوقت لا يسمح أكثر لك ولي ولي نوردين شكرا لكم أشكر ضيفي في ختام هذه الحلقة من تونس العاصمة الكاتب والمحلل السياسي لأستاذ خليل الرقيق من باريز المستشار لا والسابق رئيس الجمهورية التونسية لأستاذ نوردين بنتي شا شكرا لكم كل الشكر لابد أن نتوجه به لكم مشاهدين العزاء لا تنسوا أبدا نحن دائما معكم في معاوضة للذقاء